على مدى يومين تغير الوضع الميداني في جبهة نهم على أكثر من حال انسحبت قوات الجيش الوطني من عدد من المواقع ثم عادت لتشن هجوما كبيرا وتستعيد بعض ما فقدت وتسيطر على مواقع أخرى جديدة في جبل هيلان بعد أربعة أعوام من تجميد العمليات العسكرية تعود جبهة نهم للواجهة وتعود معها مشكلات الشرعية والتحالف والاقتلالات التي باتت تعكس طبيعة العلاقة بينهما فبعد أيام من هجوم ميليشي الحوثي عقدت وزارة الدفاع اجتماعا أعادت فيهدة التصريحات الروتينية التي تكشف عن غياب واضح لمواكبة الإقاع السريع للمعارك والتحرك بصورة أكثر احترافية اعترفت قيادة وزارة الدفاع بأن ميليشي الحوثي اخترقت منظومة اتصالات الجيش كما استخدمت شبكات الاتصال النقالة لتحقيق اختراق عسكري بعد أن كانت قد فشلت في تحقيق أي تقدم خلال أيام من هجومها وهو ما يضع الشرعية موضع المساءلة عما تفعله خلال خمس سنوات من الحرب ولماذا لا تزال غير قادرة على فعل شيء حتى فيما يتعلق بحماية أفرادها وإنجازاتها العسكرية على الجهة الأخرى كشفت معركة نهم عن تطور مهم تمثل في الغياب شبه الكلي لطيران التحالف عن المعركة إلا من بعض الضربات التي جاءت على ما يبدو في سياق إثبات الوجود لا غير يرى مراقبون أن هذا الغياب يؤكد ما بات واضحا منذ فترة وهو أن الرياض باتت ترى في الجيش الوطني خصما يمكنه عرقلة مشارعها في البلد خصوصا بعد أحداث عدن في أغسطس الماضي وهو ما يضعنا في مواجهة سؤال كبير إذا لم تعود السعودية تدعم الجيش الوطني فلماذا لا تزال الشرعية مرتهنة لقرار الرياض تصعيد الحوثيين الأخير في نهم تزامن مع زيارة المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى صنعاء ولقائه بقيادات ميليشي الحوثي في ظل وجود عدد من سفراء الدول الأوروبية هناك الأمر الذي انتقدته الحكومة بوصفه غطاء للحوثيين لمواصلة أعمالهم العدائية إلا أن الحكومة اكتفت بتجميد اتفاق السويد وكأنه لا يزال ساريا مواجهة نهم الأخيرة كشفت عن الكثير من المشاكل العسكرية والسياسية التي كادت تذهب بواحدة من أهم الإنجازات العسكرية التي حققها الجيش وتجعل من هدف استعادة الدولة اليمنية يعود إلى نقطة الصفر فهل يدفع كل هذا السلطة الشرعية لمراجعة الموقف برمته؟ ترجمة نانسي قنقر